العلاقات السمة وكم المشاكل اللي انتو بعتهالنا على الصفحة كنت بكلم مع الدكتور قبل الهوى كل بيت وليه مشاكله النفسية مش كل بيت ليه مشاكله الحياتية زي ما كنا بنقول زمان لا ده كل بيت بقى ليه مشاكله النفسية والحياتية فدول سايكوباتيين دول عندهم اكتئاب دول عندهم توحد دول عندهم دي علاقة سمة البيت ده مليان علاقات سمة هنعملكوا حلقة ان شاء الله تانية عن العلاقات السمة الاهلية بقى اللي هو الاهل لكن اللي أنا أقدر أقوله كل الستات حبيبي اللي بعتوا لي اللي أنتوا دوقتي بتتفرجوا عليها أنا عارفة تقدري تقطعي عرق في البداية اوعد تمطلي في الوقت والجرجري في سنين عمرك وإنتي عارفة من البداية أنه أناني عارفة وشفتي أنه أناني عارفة من البداية أنه مسيطر من بداية أول شهر شهرين ثلاثة أول ما عرفته بعض من الخطوبة من أول سنة جواز من قبل ما تخلي فيه شايفاء ما بيفكرش غير في نفسه بس شايفاء أناني بكل طرق الأنانية هو بس يتحك بس صحابه بس ممته بس دنيته بس شغله بس لكن أنت في آخر اهتماماته وعليه بإيه؟ وعليه بإيه؟ أنا أعيش عمري كله أتربه وأتخرج من الجمعة وأشتغل واسبت وجودي وكافة في حياتي عشان في الآخر واحد طول الوقت يأزيني بكلامه يأزيني بتصرفاته يفضل طول الوقت محسسني أن أنا ولا حاجة في حياته لأ ده أنت كل حاجة في حياته وزي ما قلت دايما في كل حلقات أنت تخلقتي عشان تتدلعي آه إحنا نتدلع ما نتدلعش ليه؟ يعني مدام أنا كويسة وأنا عارفة قدراتي أن أنا أبقى ستة كويسة وبراعي بيتي وشكل حلو وجميلة وكل حاجة أنا كل واحد عارف قدراته طب ولأ ليه؟ ليه أستحمل شخصية سامة وأقابل كل ست من دولة لأ يعنيها ورمة وعيات مالك أصله عمله عمله سابني وبقى له شهره ما سألش علي طب أول مرة يعمل كده تقولي كل إخناقه يعمل كده كل إخناقه يسابني يروح يقعد عن دمه كل إخناقه يسابني يروح يسافر مع أصحابه ده خلاص مش هيتغير خلاص هو بقى شايفك ونتي بتعياتي كده هو شايفك ونتي عمالة بقى ما بتكليش وبتخسي وشعرك بيقع وصحتك النفسية عمالة تقع لا خالص ده بيكل وبيضحك وبيخرج ومامته كمان تقوله إيه أنا أجوزك انت حلوة كده تلقلك كمان أيوة فيه تجويد في الحكاية أنا قلتلك من الأول دي ما تنفعكش أنا أجيب لك بنت خلتك اللي توعد كده تحت رجلك ولا تفتح بقها تروح وتيجي تخون وتصرف ما تصرفش تخلف ما تخلفش أي قاعدة قاعدة مكانها بابا ومتتحركش فيعني لا لا يعني لا يعني لا نحاول نبقى سكية أكتر علاقات سامة خلاص دلوقتي واضحة وضوح الشمس أشوف مصلحتي أفكر في نفسي وأهم حاجة أفكر في صحتي النفسية علاقة بتخليني سعيدة وجميلة وعندي طاقة للنجاح والشغل وبقى موردة كده وأمر أهلا وسهلا تفضل تعال أبي الباب علاقة من بدايتها نكد نكد ويفي سكافوشي ويكلمني وعاية لا حبيبي جنب ماما دا مش جنب باب